موسيقى موسيقى طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بأبرز العنوين موسيقى من موقع يمن منوتر الحوثيون يلقون معتقلين في شوارع صنعاء موسيقى تقرير للموقع بوست تعز تهزم الموت والحصار بعد أو بعودة الحياة إليها موسيقى مصورة فرنسية تقيم معرضا عن الحرب في اليمن موسيقى موسيقى أهلا بكم ما إن أدخلوا في معتقلات الحوثيين حتى دخلوا في حالة نفسية شديدة تطورت إلى أن فقدوا معها عقولهم وفقا لموقع يمن منوتر فإن مليشي الحوثي في صنعاء تلقي معتقلين فقدوا عقولهم في الشوارع وعنون الموقع مكبلون بالقيود وعراء الحوثيون يلقون معتقلين في شوارع صنعاء فقدوا الذاكرة ويتحدث الموقع عن المعتقلين بجسد منهك شبه عار وملامح بائسة وأقدام وأيد مكبلة بالقيود بدت على معتقلين تم رميهم صباح الأربعاء في شوارع صنعاء عبر أطقم عسكرية تابعة لجماعة الحوثي وتمكن يمن منوتر من التقاط صورة لأحد الأشخاص لم يتمكن المواطنون من معرفة هويته بعد اكتشاف تغييب عقله جراء ما تعرض له من تعذيب في سجون جماعة الحوثي المسلحة بصنعاء ونقل مراسل يمن منوتر أن الأطقم العسكرية قامت بإلقاء عدد من السجناء فقدوا الذاكرة في منطقة نائية بحي ثراف أحد أحياء مدرية الشعوب بأمانة العاصمة لا يحملون أي بيانات شخصية ولا يتذكرون ما يكونون ما تسبب في حالة من الرعب والخوف في أوصات المواطنين وقال أحد ساكني مدرية الشعوب للموقع لماذا لم يتم فك قيودهم كان على الأقل أن يقوم المسلحون بفك السلاسل والقيود البربوطة على أيديهم وأرجلهم كيف لهم أن يرموهم في الشوارع بهذه الصورة الوحشية وأضاف قام السكان بفك السلاسل والقيود التي عليهم وقاموا بالتبرع لهم بملابس وطعام لكن واجهتنا مشكلة حقيقية كيف نصل إلى أهليهم فهؤلاء مغيبون تماما ولا يتذكرون شيئا وعلق أحد المرة على الحادثة قائلا بالتأكيد هؤلاء ممن عارضوا جماعة الحوثي تم تعذيبهم حتى أفقدوهم عقولهم كي لا يعرفوا عدد السنوات والأشهر وأساليب التعذيب التي مورست في حقهم يتحرك في هذه الأيام مزير الخارجي البريطاني سيد جيرمي هاند بكثافة في منطقة الجزيرة العربية لإنقاذ اتفاق ستوكولم بالحديدة بعد تجاوز الاتفاق التزمينات الضيقة الخاصة بتنفيذه دون إحراز أي تقدم هذا جزء من مقال كتبه مصطفى الجبزي وتنشره بالقيس وجاء فيه تعثر المسار السياسي في اليمن منذ فترة تطاول العامين حينها وقف المجتمع الدولي لفترة ينتظر إحراز نصر عسكري يغير من المعادلة على الأرض وهو يواجه ضغوطا من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وتوجهت الضغوط أكثر نحو السعودية التي تقود تدخل التحالف العربي العسكري في اليمن من أجل استعادة الدولة كما هو الهدف العلني للتحالف أرادت بريطانيا زحزحت الجمود السياسي في اليمن وإنجاح المبعوث الخاص للأمين العام مواطنها السيد جريفي بالمقابل عزز وهم القدرة لدى التحالف والحكومة على إخضاع الحوثي للقبول بمسار السلام بإنما تعطل الهدف الاستراتيجي العسكري للحكومة منذ ما لا يقل عن سبعة أعوام الملف اليمني بعودة مجلس الأمن وتؤثره خطوات سياسية أممية هي قرارات وبيانات ومبعوث خاص إلا أن اتفاق ستوك هولم الذي يبدو كأنه إنجاز بريطاني في المقام الأول يجعل من بريطانيا فاعلا أكبر في القضية اليمنية على حساب الأمم المتحدة نفسها والفشل في إنجاز اتفاق ستوك هولم يجلب للدبلوماسية البريطانية إحساسا وصورة بالفشل يدفعها إلى التحرك على أهل مستوى لقد تغيرت لهجة بريطانيا تجاه الحوثي منذ أيام تصريحات عديدة دبلوماسية بريطانية تشير إلى نفاذ صبر بريطانيا وتجديدها حول التطبيق السريع لاتفاق ستوك هولم إلا أن هناك نقاط جوهرية ينبغي التنويه لها منها أن الجماعة الحوثية تمارس دبلوماسية شبيهة بتلك التي مارستها إيران لسنوات بخصوص ملفها النووي تكمن هذه الدبلوماسية في إظهار خطاب عدائي جدا يتكفل به العسكريون أو الميدانيون وتمنع شديد سياسيا مقابل مرونة بروتوكولية يمارسها الدبلوماسيون بحيث تغدو هذه المرونة مطلبا بحد ذاته ومكافأة تحول دون الوصول إلى الهدف الرئيس الغرض من هذا السلوك هو تبديد الجهود وكسب الوقت الذي يسمح بالتمكن الميداني يوما بعد آخر تعود الحياة إلى مدينة تعز بعد تحرير أجزاء واسعة منها من سيطرة ميليشيات الحوث التي عاثت فيها خرابا لكن ذلك لم يمنع الناس والجيش والسلطة المحلية ورجال المقام من حجد قواهم في السعادة الحياة في هذه المدينة ويعنون الموقع بوست تعز تهزم الموت والحصار بعودة الحياة إليها وقال الموقع أن الزائر لتعز اليوم سيجدها غير تعز الأمس في المدينة تشهد تحسن ملحوظا في مختلف الجوانب الحياتية بعد تقديم الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة كما شرع الأهالي بترميم منازلهم ومحالهم التجارية الأمر الذي ساهم في عودة الحياة وسط استقرار أمني نسبي وعلى الرغم من أن الكثير من المواطنين النازحين فقدوا ثقة بالأماكن والجيران وحتى الأقارب خلال سنوات الحرب الماضية إلا أنهم أثبتوا بأنهم ليسوا بحاجة إلى وقت أطول لانتظار اكتمال عمليات التحرير حتى يقررون العودة والتخلص من هاجس الخوف من احتمال عودة العنف والحرب على الرغم من أن هناك وعودا بعدة الإعمار ولكن يبدو أن الناس قرروا إصلاح مساكنهم بأنفسهم خصوصا التي لم يطالها الخراب والدمار بشكل كبير الجنود الذين رفضت قياداتهم واجهة ميليشي الحوثي قبل أعوام ما زالوا يدفعون الثمن حتى الآن ونطالع من موقع المصدر أونلاين حوثيون يختطفون ثمانية جنود في الأمن الموالي لهم غرب محافظته حيث أفاد مصدر محلي في محافظة إب أن المسلحين التابعين للقياد الحوثي أبو علي العياني خطفوا عربة طقم على متنها ثمانية من الجنود ما يزال مصيرهم مجهولا ورغم أن الجنود يدينون بالولاء لجماعة الحوثيين إلا أن اختطافهم يأتي وسط تكتب من كبير من الجهات الأمنية التي يعملون ضمن نطاقها وفق مصادر أخرى فأن أسباب الحادثة تعود إلى أن الأمن حاول إنهاء اعتداء تعرض له منزل أحد النافذين ويدعى أمين الشهالي من قبل المسلحين الحوثيين التابعين للقياد الحوثي العياني الذين قاموا بحراق المنزل السياسة في حياتنا تحت هذا العنوان كتب شفيق الغبراء مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا السياسة هي شيء الذي يقع بيننا وبين الآخرين كل عمل يؤثر على الآخرين وتمارسه فئة في السلطة مع فئة خارج السلطة أو فئات داخل المجتمع هو في حيز السياسة وحيز المساحة العامة فأكثر ما يميز السياسة ويوضح مكانتها هو تأثيرها على كل ما له علاقة بالشأن العام وبما أن الإنسان بطبعه لديه غريزة حب البقاء فبطبيعة الحال سوف تكون لديه حاجات وضرورات ومصالح قد تصطدم مع حاجات وضرورات الآخرين حاجات الإنسان البيولوجية مثل المأكل والمشرب وحاجاته الروحانية مثل حرية التدين ومكانة الكرام والنجاح وحاجات الإنسان في حبه للثروة والسيطرة وبسط النفوذ تفتح أبواب النزاع والصراع بين الناس لهذا سيقع حتماً صراع وسيقع الصدام مع الرافضين للتسلط والمتمسكين بحقوقهم هذا يؤدي لمواجهات مع الظلم والإقصاء كما حصل في الثورة الفرنسية والثورات الإنسانية والانتفاضات والحركات الإصلاحية الكبرى والثورات الديمقراطية في التاريخ ومنذ نشوء السوشيال ميديا وبفضل تطورات غزت الإنسان منذ الثورة الفرنسية عندما فتحت مساحة الحرية والحقوق والمساواة بين الناس دخلت السياسة لكل بيت وكل مكان لم تعود السياسة حكراً على فئة من الناس هم النخبة والأقلية لم تعود السياسة حكراً على القائد والملك أو الرئيس أو رجال الدين بل أصبحت شأناً عاماً يمس كل إنسان ومواطن إن فكرة المواطنة كما نشأت مع الثورة الفرنسية والدولة الوطنية الحديثة خلقت فكرة الإنسان الحر لكن تجارب الديمقراطية التي تطورت في القرن العشرين جعلت السياسة تعني حق الشعوب في أن تكون مصدر السلطات وهذا أعطى الأفراد في كل مكان الحق بتناول الشأن العام على كل صعيد ويمكن لهذا تعرف السياسة على أنها طريقة حل الخلاف والنزاع بوسائل الإقناع والمقايضة والمساومة والضغط في ظل آراء وتصورات ومصالح مختلفة صحيفة لوفيغارو الفرنسية قالت في تقرير ترجمة لقناة بلقيس إن ألمانيا قررت تمديد تجميد مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حتى نهاية مارس وكانت برلين قد قررت في الخريف تعليق هذه الصادرات بعد وفاة الصحف السعودي جمال خاشقجي وكان من المفترض انتهاء هذا التوقف للمبيعات في التاسع من مارس هيكو ماس رئيس الدبلوماسية الألمانية قال قررنا ذلك بسبب تطور الأوضاع في اليمن ونحن نعتقد أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن بينما أضاف هيكو ماس أيضا في مؤتمر صحفي مع نظيره الدين ماركي أندريس سايموليس أنه خلال هذا الشهر سنراقب التطورات الحالية ولا سيما فيما يتعلق بالنزاع في اليمن وسوف ننظر عن كثب في الوضع لكن قرار الحكومة هذا خلق توترات بين شركاء لإتلاف الحاكم في برلين حزب المحافظين الديمقراطي المعارض للمستشارة إنجلا ميركل يحبذ المرونة بينما يدافع الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن موقف أكثر صرامة تجاه الرياض أوقف حزب المحافظين البريطاني أربعة عشر من أعضائه والسبب كما ذكره موقع شبكة البي بي سي تعليقات معادية للإسلام على موقع فيسبوك وجاءت التعليقات في مجموعة تحمل اسم مؤيد جاكوب ريسموغ وريسموغ هو أحد أعضاء البرلمان البارزين عن حزب المحافظين لكن لا علاقة له أو للحزب هذه المجموعة متحدث باسم حزب المحافظين قال إنه تقرر إيقاف الأعضاء المشاركين في هذه المجموعة لحين التحقق من الأمر وحين نجد أدلة على كتاب التعليقات غير لائقة أو مهينة سنتخذ إجراءات صارمة مناسبة وتتضمن التعليقات التي شملت عبارات كراهية ومعادل الإسلام جاء في بعضها مثلا يجب ترد كل المسلمين من البلاد ويجب التخلص من كل المساجد مرفقة بخرائط تحدد أماكن المساجد في بريطانيا لكن البعض يرى أن المشكلة أكبر من التعليقات الأخيرة إذ تقول عضو مجلس اللوردات وعضو حزب المحافظين سعيدة وارسي أن تريزا مي تدفن رأسها في الرمال إذا أتصاعد التيار المعادي للإسلام داخل الحزب انتكاسة القيم في اليمن والتدليس بالوطنية تحت هذا العنوان كتب عبد الوهاب العمراني مقاله في الموقع بوس مضيفا في فقرات من المقع بعد أكثر من نصف قرن في شمال اليمن وجنوبه اختلفت المقاييس الوطنية وانحرفت البوصلة وحتى الشعارات بمسميات قيم متراقضة لما كان عليه قبل عقود عندما انعتق الشعب في الشمال من الإمامة وفي الجنوب من الاستعمار وبعد هذه السنين حدثت نكسة وتراجع في كل تلك القيم جمهورية وحدة استعمار إمامة أصبح العكس هو الصحيح فلا جمهورية وإنما مجرد مسمى على غرار جمهوري إسلامي انقلاب إيران والوطنية على غرار شركاء مع الإنجليز فقبل سنوات كان مجرد التفكير برؤية كهذه ضربا من الخيال وإن همس به مواطن ما على استحياء واليوم بدعوى الوطنية وحب اليمن فالإعلام الحثي يتغنى باليمن وإعلام الحراك يتغنى بالجنوب وكل يغني على ليله وليلة لا تقر لهم وصالا فعلى سبيل المثال مواجهة أعداء الجمهورية غداة ثورة السادس والعشرين من ستمبر في مطلع الستينيات كانت حكومة النظام الجمهوري داخل صنعاء والمتمردين من فلول الملكيين خارج المدن الرئيسية وكلهم في الجغرافية اليمنية واليوم العكس تماما سواء للمتمردين من جماعة الحثي أو متمردي ما يسمى بالحراك الجنوبي في عدن فليست ميليشيا الحثي التي تحكمت بجزء من الداخل اليمني وتصمد وتنكل بالشعب من الداخل وشرعية من خارج اليمن بل والحراك أيضا رغم أن بعضهم مسؤولون في الحكومة الشرعية ويتقاضون مرتباتهم من الحكومة اليمنية ودعم سخي من الإقليم في داخل صنعاء أو حتى خارجها من يؤيد الشرعية يعتبر مرتزقا من قبل ما يسمى بزلطة الأمر الواقع وهو الأمر نفسه في عدن من يجرؤ على الكلام وحتى من يؤيد الشرعية يتم تصنيفه صرح الناطق الرسمي للمستشفيات جينيفا الجامعية في سويسرا نيكولا دوسورو كما جاء في موقع عربي بوست أن محول الهاتف كان يتلقى ما معدله ثلاثة ألاف مكالمة غير أنه منذ يومين أصبح يتلقى الضعف وضف دوسورو أن سبب هذا الضغط هو عدد المتصلين الهائل مشيرا لأن معظم المكالمات كانت تأتي من الجزائر ويتابع دوسورو قمنا بتعزيز قدرات محول الهاتف والآن عدد من المكالمات يتم تحويلها إلى الرد الآلي في حين تداولا مشطاء جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الفيديوهات التي تظهر اتصالهم بمستشفى جينيف حيث يرقد عبد العزيز بوتفليقة منذ الرابع والعشرين من فبراير 2019 وفي سياق متصل سئل نوكولا دوسورو إن كان المستشفى قدم الشهادة الطبية التي أودعها بوتفليقة في ملف ترشحه فكان رده لم نقدم شهادة من هذا النوع الموقع الأخباري الفرنسي فرانس انفو الأخباري عنونا في تقريره أو في تقرير الله حول اليمن صور صادمة عن الحرب في اليمن ستعرض قريبا في مدينة سان أمغير وقال الموقع في التقرير الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس أن مسرح لوملين سيصطديف معرض صور للمراسلة فرونيك دي فوغيري بعنوان الحرب التي يخفونها عنها وستعرض سلسلة وستعرض سلسلة من الصور حصلت مؤخرا على الجائزة الأكثر أهمية في التصوير الصحفي من جائزة الفيزة الذهبية وقد جمعت المصورة المتعددة المهام فرونيك صورها من أفغانستان والعراق واليمن ونيجيريا للإلبوم الستين من أجل منظمة مراسلون بلا حدود وأوضحت أنها أرادت التقاط القصص التي تكسر الشكل النمطي وتأتي من تحت الأنقاض والمصانع والتلال التي تلتهمها الحرب وقد توجت المصورة بجائزة الفيزة الذهبية عام 2018 عن تقرير في اليمن عن تقرير في اليمن بعنوان الحرب التي يخفونها عنا صور حول الصراع الذي يمر بصمت وقال الموقع لقد استغرق الأمر للمصورة عاما للوصول إلى شمال اليمن وهي منطقة محظورة للصحفين وأفاد الموقع أن المرأة البالغة من العمر أربعين عاما والأم لطفلين عملت بالشراكة مع صحفي أجنب آخر وقد عملوا بسرعة لحماية أنفسهم في ساحات القتال وفي بعض الأحيان تنكروا وحرصوا على أن يكون لديهم علاقة وثيقة مع المرشد المحلي الذي يرافقهم وغالبا ما يكون صحفي والآن نعرض مجموعة من الصور التي التقطتها المصورة الفرنسية والتي تعرضها غدا في فرنسا نتابعها في جولتنا المصورة اشتركوا في القناة ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاركاتير التي تنشرها الصحف نتابع موسيقى ترجمة نانسي قنقر وبهذه الرسوم الكاركاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كشف الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة